أهلا وسلم وكم أشهد الكرام من جديد وإلى أخبارنا حيث سجل الميزان التجاري لتجارة الخارجية لمملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري فائضا بقيمة 383 مليار ريال ومرتفعا بنسبة 113% وبما يعادل 169 مليار و 400 مليون ريال مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 والبالغ 203 مليارات و 300 مليون ريال ووفق لبانات الهيئة العامة للإحصاء فإن التجارة الخارجية للمملكة ارتفعت بنسبة 25% وبما يعادل 207 مليارات و 300 مليون ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتبلغ نحو تريليون و 50 مليار ريال وذلك مقابل 840 مليون ريال و 200 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2017 وجاءت زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 40% وبقيمة 205 مليون ريال لتبلغ 715 مليون ريال فيما كانت نحو 510 مليون ريال في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 ترجمة نانسي قنقر